تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. أوراق عمل لمادة التربية الاجتماعية الصف الثالث. كتاب الاجتماعيات للصف الثالث كتاب زاه الألوان. اللون الأخضر مع اللون الأزرق تتوسطه أشعة شمس مضيئة تنير الكتاب. يحتوي على صور مختلفة تجسد الأردن كالبتراء، وأعمدة جرش، والقلعة، طائرته الكبتر، سد، وجندي بشماغ أحمر يعلو رأسه. الوحدة الأولى الحقوق والواجبات، الدرس الأول حقوقي صفحة ثلاثة. أقرأ العبارة في أسفل الصورة. الصورة عبارة عن معلم يقف أمام السبورة وأمامه التلاميذ يتشاركون معه الدرس. أسفل الصورة من حقي أن أتعلم. أصل كل حق مع الصورة المناسبة. الصورة الأولى عبارة عن بيت حوله أشجار. الصورة الثانية طبيب يفحص طفلا. الصورة الثالثة منعب لكرة السلة وأطفال يمارسون لعبة كرة السلة. من حق الحياة بأمان. من حق الحصول على مسكن. من حق الحصول على الرعاية الصحية. أصل من حق الحياة بأمان مع صورة الأطفال الذين يلعبون كرة السلة. من حق الحصول على المسكن مع صورة البيت. ومن حق الحصول على الرعاية الصحية مع صورة الطبيب. أدون الحق الذي تعبر عنه كل صورة في الفراغ. الصورة الأولى صورة لمعلم يتفاعل مع طلابه في الصف. الصورة الثانية صورة لأطفال يلعبون بكرة القدم. الصورة الأولى من حقي أن أتعلم. الصورة الثانية من حقي أن أعيش في أمان. أصنف العبارات الآتية إلى أشعر بالأمان أو لا أشعر بالأمان. أولاً رؤية شرطي المرور يساعد أطفالاً على عبور الشارع. أشعر بالأمان. ثانياً حضور حفل زفاف فيه إطلاق للعيارات النارية. لا أشعر بالأمان. ثالثاً الذهاب في رحلة مدرسية إلى أم قيس بصحبة المعلمات. أشعر بالأمان. رابعاً اللعب في الحديقة العامة مع أصدقائي. أشعر بالأمان. خامساً الركوب في حافلة المدرسة وهي مسرعة. لا أشعر بالأمان. حقي هنا. شعر نهل الجمزاوي. أنا هنا أنا هنا في موطني كل الهنى. فيه الأمان والفرح. فيه السلام والمرح. حق الحياة والعمل. والعلم نور وأمل. خير الحقوق عندنا. فصحتي كنزدنا. أنا هنا في موطني الشر لا يمسني. يا حبنا يا حلمنا الأرض والسماء لنا. أشعر بالأمان. أشعر بالأمان. سخيخımı قضائ في أمان. لا تشعر بالأمان. من أعني ال؟ح. أكّا سخ levى إنقاذا أتحбу على الدنيا. tolerate نعم. أو